من جديد صباح الخير عليكم من جديد التحايا لكم صباحكم خير وعافية عليكم ولكل أحباكم يا ربي حصلنا إلى ملفة ثانية من صباحات سودانية وهو عن منظمة آفاق للفكر والثقافة والحديث عن المنظمة معنا داخل الستوديو الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحيم هو مدير الإعلام بالمنظمة مرحباك صباح الخير عليك عبد الرحمن مرحباك ألاخ فريد كل صباح سوداني بصباحات سودانية لأسرة سودانية 24 صباح الخير عليك نبدأ بأول محور متين تأسس المنظمة المنظمة آفاق للفكر والثقافة تأسس عام 2003 كانت البداية انطلاقة حقيقية للمنظمة وهي الهدف الأول تسمي لقطاع الطلاب أكثر لاختصاصات المنظمة في المدارس في عدة مشاريع نفذتها بالعمل الدعوي هي الأساس التي تأسست بها منظمة آفاق هي للفكر والثقافة لضحت كل الأفكار على الطلاب والأفكار السالبة للتياه الدعوي أنت تتخصصكم أو تركزكم أكثر على الطلاب على الطلاب ومعدين تقول أننا تأسس السنة 2003 يعني ما شاء الله عمر المنظمة طويل يعني تقريبا 13 سنة أو 14 سنة داع عمر المنظمة عندكم خبرات يعني بتكون طويلة داخل المنظمة الألية والطريقة التي تعمل بها المنظمة كيف تنظموا المناسبات التي تقوم بها المنظمة إذا كانت فكر إذا كانت دعوة إذا كانت محاضرات المنظمة هي أيضا منظمة كبيرة جدا يعني ما تعتمد أننا جزء ولاية الخرطوم نحن جزء من منظمة آفاق في من نافرة في ولايتها نعم هي منظمة آفاق في منظمة آفاق الاتحادية تجمع كل المنظمات على مستوى السودان وأيضا يوجد نحن كولاية الخرطوم يوجد لدينا منظمة آفاق لولاية الخرطوم وأيضا يوجد لدينا داخل المحليات فروع لكل المنظمة أنت قلت منظمة آفاق الاتحادية تجمع كافة المنظمات هل تتحدث عن هذه منظمات مختلفة أم أفرع من المنظمة؟ أفرع من المنظمة منظمة آفاق يعني أننا نقول الاتحادية تجسم من اللي بجمعنا كلنا منظمة آفاق الاتحادية وتتفرع عليها الولايات ونحن ولاية الخرطوم يعني اللي لنا نبعب الكثير في المنظمة طيب نتكلم بتركيز أكثر أهداف المنظمة تحديداً شنو؟ العمل الدعوي داخل المدارس والعادات السالبة والوسط الطلابي مثل المخدرات ووصل العنات الغربية الدخل في المجتمع السوداني والنشر الثقافة السودانية داخل الوسط الطلابي طيب الأهداف دي أنتو بتحددوها كيف؟ يعني أنت قلت العادات السالبة أو الأشياء السالبة أنتو كيف بتحددين الأشياء السالبة؟ نحن مفروض نواعي فيها عملنا دراسات أكثر حية الوسط الطلابي أكثر القضايا المنتشرة في الوسط الطلابي بنستهدف القضايا البارزة مثل المخدرات كانت في الجامعات في المدارس دي كلها كانت في الفترة الفترة انتشرت أننا بالمنظمة دورنا بنواعي معانا شرقانا في مكافحة المخدرات كلها بنقدم وعي كبير تركيزكم الأساسي على مرحل ومراحل الطلبة في الجامعات أو في الثانوية؟ كل الفيات التعليمية عندنا الجامعات وعندنا التعليم العام وهو المداخل المدارس طيب بالنسبة للمخيمات التي أنتم بمضاء في الموظمة ما حدثنا عنها قليلا؟ مخيمات العمل الصيفي يعني أكثر هذه العمل الصيفي عندنا لديه برمجة خاصة للطلاب فيها خطة كاملة بتوضع قبل شهر من ختام العام الدراسي تجاز الخطة على مستوى الاتحادي الخطة فيها جميع المناشط المناشط الأكاديمية المناشط السغافية المناشط الرياضية شكل المخيم بيكون كيف؟ المخيم معانا شركة بمنظمة آفاق وزارة التربية والتعليم اللي هي موصلة في النشاط الطلابي وأيضا الواجهات الطلابية الأخرى مثل اتحاد الطلاب دي كلهم العمل الصيفي من التحت كلنا عندنا مراكز العمل الصيفي على مستوى المحليات على مستوى الوحدات طيب الآن الطلبة اللي بيشاركوا معكم في المخيمات انتوا كيف بتتشركون في المخيمات هل بيتم تحديدوا من قبل إدارة المدرسة أو مثلا أو إدارة الجامعة ولا انتوا بتحددوا الطلبة معينين أو كيف بتستوعظوا الطلبة عن فرحي نحن ما عندنا الجهة مخصصة أو الطلاب مخصصين بل كافة شراحة طلاب بنتعي قبل الختام العام الدراسي انه ان احنا عندنا مراكزنا واهدافنا وبرامجنا المطروحة شكل الدعوة دي بكون كيف داخل المدارس داخل المدارس أكثر حاجة للعمل الصيفي مركز على التعليم العام واللي هي المدارس بدعوات من بلق بالبرامج المطروحة عندنا وخطتنا بنعرض لمدارة المدارس وأيضا خطتنا دي فيها شركة مدارة المدارس يعني ذات الخطة دي ما بنادع كمنظمة فقط لا عندنا شورة بنستشيرهم وبيقعدوا من ناقشة الخطة بيجوا نموذج من المدارات المدارس نعم لشوف اللي بنصمم برامج عليها حسب المدارة واللي بتقدر تتفاهم أو تستوعب الطلاب الفئة العمرية المختلفة طيب يعني تحديدا في شريحة معينة مستهدفة يعني زي ما قلت انت نواة لانه بيجوا استهدفوا كل الطلاب في طلاب انتم مركزين عليهم اكتر او مناطق معين انتم مركزين عليها اكتر المناطق اللي احنا مركزين عليها الريف عندها يعني جزء مخصص ايضا من المنظم والعمل الدعوي كنوع من التنمية ام توعية التنمية التنمية والتوعية يعني القوافل الدعوية او القوافل العلاجية دي اكتر حيات قاعدنا نركز بها في الريف وعندنا مشروع ذاته من ضمن المشاريع دي انبش الريف دي كل من المشاريع لانه للمنظمة بتقدر تستوعبها طلاب الريف تعريف طلاب الحضر بطلاب الريف كمان عندك ايام علاجية وعيادة طيام نعم نعم عندنا الايام العلاجية المتصلة دي اكتر حياتنا رسالة للمناطق الطرفية داخل ولعت الخرطوم المناطق الطرفية دي بي نستهدفها الأيام العلاجية المخيمات دي طريقة الاشتراك فيها بيكون كيفار في بطاقات هل هي مجانية أو مدفوعة مجانية كل مراكزنا مجانية على مستوى المحليات المختلفة يعني في أي محلية عندنا منظمة آفاق للفكرة الثقافة في المحلية يعني كل المناشطة التي تقوم بها وكل المناسبات أو كل التجمعات التي تقوم بها هي مجانية مجانية ما عندنا نحن أي اشتراك فيها جميع من الخيرين نحن دي المنظمة ومناشطة كلها من الخيرين يعني نحن الهدف الأساسي أنه نساعد الطالب يعني ما خدتنا لوع عقبة أنه دي يكون في مال أو كذا لنفرز جزء من الطلاب يمكن يا عبد الرحمن نحن وقتنا قصير كذا كابل يتمنين أن نتحدث معك أكثر عن منظمة آفاق إن شاء الله يعني نلاقي الدام بالصباح السوداني كذا تخصص لها فقرة أكبر أو زمن أكبر نتكلم عن المنظمة أنا شغل لكم جميل كذا ومتمنين هنا التوفيق يا رب شكرا لك كثير لو وجودك معنا اليوم في الاستوديو شكرا لك كثير طيب منظمة آفاق للفكرة والثقافة الأصابة عبد الرحمن محمود عبد الرحيم هو مدير الإعلام بي المنظمة شكرا لكم كثير لو وجودوا لنا اليوم معنا في الاستوديو نحن نطلع فاصل عندنا رشيدة عن جرسومة المايدة كثير من الناس بقدت بعاني من جرسومة المايدة وبتشكي منا أسبابها كيفية العلاج منا نطلع نشوفها رشيدة ونجيبوا رجعين مراتاني نتواصل صباحات سودانية اشتركوا في القناة